نختم مشاهدينا مع خبر أيضا مؤسف للأسف ولكن تتكرر هذه الأخبار المؤسفة مقتل شابة عليات شقيقها في ريف الحسكة طبعا تعد هذه ما بدنا نقول ظاهرة ولكن بدنا نسمع فيها أو عنها وهي جرائم قتل لبنات من قبل ذويهم اليوم جريمة في الحسكة حيث أقبل أحد سكان قرية قليقلة بريف الحسكة على قتل شقيقته بعد رفضها الاستمرار بزواج جج معها مع ابن عمهام طبعا هي صلم من زوجة تقريبا شهر حصلت جريمة عصرا هنا أقدم كهرمان عبد الرحمن هيك اسمه على أطلق الرصاص على شقيقته ديلان ما أدى لمفارقتها الحياة على الفور بعد إصابتها في القلب مباشرة مصادر مقربة من العائلة قالت أن ذوي الفتاة كانوا قد زوجوها بالإكراه من ابن عمها وظهرت بينهما مشاكل وسط رفض الفتاة باستمرار الزواج ولكن عادت مؤخرا إلى منزل زوجة بعد الإصرار يعني أو من منزل زوجة إلى منزل زوية ورفضت أن ترجع على منزل زوجها ولكن كانوا الأهل دائما عم يصروا أنه لا لازم ترجع وهي كانت عم تطلب الطلب فأقدم شقيقة على قتلة تعليقات كثير جاءت على هذا الموضوع خلينا نرصد بعضها حيصار كاتبت هذا ليس لديه أي قيمة دينية أو أخلاقية أو إنسانية قتل النفس التي حرم قتلها الله بغير حق من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يقتل شقيقته؟ ألم يشرع الله الطلاق وهو أبغط الحلال معاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان ولكن بعض الناس كالبهائم بل أشد جهلا إذن تعليق حرام مجتمع تحكم العادات المتخلفة تموت فيه أجمل الروابط حين تتعارض مع هنجهية العادات التي قرثت هذا الشاب كرامة زائفة من خضوع الأنثى لقراراته المتسلطة تعليق من مارو الموت ولا الاستمرار مع شخص لا تحبه يعني من البداية ما أحبته لشو إجبارها للاستمرار معه أيضا قيس كتب تقتل أختك حسب الله ونعم الوكيل فيك تقولوا ليش بس وصلوا ألمانيا يطلقوا؟ هل هناك غرد شرف أو كرامة يكره شخص على الزواج بشخص لا يريده؟ أيضا تعليق والله شي حرام هاي عشرة عمر وهلأ هيك ارتاح أخوها يلا رحمة بالعباد طبعا مثل ما شفنا كتير تعليقات كانت متضامنة مع هذه الفتاة اللي فقدت روحها للأسف نتيجة فقط أني طلبت الطلاق أيضا أنتم مشاهدين اكتبونا بالتعليقات أرأكم حول هذا الموضوع